اسمه الأمير يعني الصوت ما كانش واضح بشكل كافي هل من الممكن أن يستبعد محمد بن سلمان من المشهد السياسي في المملكة العربية السعودية هل سيقوم الأمير أحمد بن عبد العزيز بهيكلة الأسرة السعودية مرة أخرى وستحضر أو تكون فرضية استبعاد محمد بن سلمان حاضرة أم محمد بن سلمان باقي في كل الأحوال يعني الموضوع بقاء محمد بن سلمان أنا يعني على خلاف من الأسرة وعلى دراسة اللي دراستها حسب متابعاتي يعني للخضايا بصفة عامة أنه مستحيل أنه يكون في السلطة يعني يعني فيه ردود أفعال دولية وأوروبية وأمريكية ما مستحيل أنه رح يبقى على كرسي الحكم أو أنه يظل وليا للعهد بدليل أن الأمير أحمد يعني فترة طويلة في بريطانيا وما رجع إلى هذه الأيام فيه لخبطة في البيت السعودي من الداخل هو رجع يرتب الأمور شوي فترتيب الأمور يعني من المستحيل أن يكون محمد بن سلمان يعني يمثل أي سلطة داخل المملكة سمعني أنه فيه مثلا يعني مفاوضات أنه يترك ولاية العهد ومع الإبقاء على بعض المناصب الأخرى ولكن كلها يعني أتوقع أنها يعني ما رح تفرز حل نهائي وعقلية الملك سلمان يعني السيكولوجية في الملك سلمان وشخصية يعني صراحة كبرية يعني يدد درجة كبيرة وفيها عنف فشخصيته أنا ما أتوقع أنه راح يسمح مثلا أن العائلة الحاكمة يعني يسمح له من يده وأراءه منه يعني يزيحه ابنه محمد بن سلمان من رأية العهد راح يصر على البقاء وأتوقع أنه يعني السيناريو يعني هيكون سيناريو فيه انقلاب أو شيء من هذا القبيل يعني لا عفوا عفوا يعني هل تتوقع أن يكون هناك انقلاب داخل الأسرة الحاكمة هل تتوقع مواجهات بين محمد بن سلمان وآخرين من آل سعود ما هي أستاذنا يعني مش مواجهات مش جزدي انقلاب مسلح لا طبعا ويعني أول شيء اللي بيحمي محمد بن سلمان شركة يعني شركة أمن أوروبية يعني ما عنده ثقاف أنه تحميه أجهزة الأمن السعودية لو الأمير أحمد بن عبد العزيز بس اجتمع مع بعض أفراد من الأسرة الحاكمة من أبناء وأحفاد الملك المؤسس وبايعوا بينهم رح تلتف الأسرة الحاكمة كلها في نفس الوقت أنا متأكد من الشيء هذا ولو التفت الأسرة حول الأمير أحمد ووصلوا لبيت الملك ما هيحصل أي مقاومة لأن الجيش والشرطة والحرس الوطني أنا أعرف أنه يعني فيه عدم رضا عن الحكم الحالي اسمه الأمير حضرتك قبل كده وبالنسبة الشركة 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 اللي تحمي الأمير محمد ما رح تقاوم أجهزة الأمن الوطنية ببلادها يعني ما تقدر عليهم ثاني شيء رح يجي لهم أمر من يعني هو أصله من أوروبا يعني أو من بريطانيا بالتحديد هيجي لهم أمر ما فيه أي دعي للمقاومة ومنتها السهولة يعني أنا أرى هذا السيناريو هو العامري الشيء على أرض الواقع المستقبليين مستقبل جريب يعني